الشيخ هناك عقوبة لمن أخذ شبراً من أرض عظيمة وقد كثرت تساول في هذا الزمن هل من كلمة وعظية في ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبراً من الأرض بغير حق طوقه يوم القيامة من سبع أراضين يصير طوق له يوم القيامة يطول عنقه بقدر سبع أراضين ويطوق هذا الشبر